اشتركوا في القناة وبهذا الفوز رفع المنام رصيده إلى أربع نقاط متصدرا مجموعته الثانية قبل أن يخوض مبارته القادمة خارج أرضه أمام فريق شباب أهل دبي الإماراتي في الثامن عشر من ديسمبر الجاري تنطلق يوم غد الخميس منافسات دور الثمن النهائي لمسابقات كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم والتي ستقام على مدار أربعة أيام متتالية وتقام أولى المواجهة بين الرفاع وعالي فيما يلعب الأهل مع جاره أم الحصن وفي يوم الجمعة يخوض حامل اللقب الحال اختبارا صعبا أمام الخالدية بينما يلاقي المحرق نظيره قلالي وتستكمل المباريات يوم السبت بمواجهة الشباب أمام الاتحاد إلى جانب سترة والبسيتين فيما يختتم هذا الدور بلقاء أي المنام والرفاع الشرقي والحد مع الاتفاق نظمت الأكاديمية الأولمبية البحرينية دورة اللياقة البدنية للألعاب الجماعية ضمن برنامج التضامن الأولمبي وخلال الدورة التي شهدت مشاركة 32 دارسا من داخل وخارج مملكة البحرين شرح لبروفوسور دكتور بوري مستشار الإعداد واللياقة البدنية والبرمجة الفنية للمجلس الفني في التدريب الرياضي بسلوفينيا شرح مناهج علمية مختلفة في الإعداد البدني والمتوافقة مع متطلبات التدريب الحديث كما استعرض تجارب عدد من المعدين البدنيين العاملين في الأندية البحرينية يقيم الاتحاد البحريني لكرة السلة جولة 3-on-3 للسيدات اعتبارا من الثامن من ديسمبر الحالي وبشكل أسبوعي وستقام الجولات بنظام الدوري ويتم احتسب النقاط بحسب النظام المتبع في الاتحاد الدولي لكرة السلة وسيتأهل الأول والثاني والثالث والرابع للدوري نصف النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان للمباراة النهائية وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام الاتحاد بالعنصر النسائي والحرص على إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات الخاصة به تأهل كل من فريق مدرسة الهداية الخليفية وفريق مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني إلى دوري نصف النهائي من بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية جاء ذلك بعد فوز مدرسة الهداية على مدرسة بيان البحرين في ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين فيما فاز مركز ناصر على مدرسة الشيخ عيسى بن عاد الثانوية للبنين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد هذا وستتضح هوية المتواجهين في المربع الذهبي بعد استكمال مباريات دوري الثمانية والتي ستجمع بين مدرستي الرفاع الشرقي ومدينة حمد إلى جانب مدرسة الشيخ عبد العزيز بن محمد والمدرسة البريطانية ترجمة نانسي قنقر